اليوم سوف نتعرف على طريقة وكيفية حل هذا المشكل على تطبيقك الخاص سنابشات من خلال اتباع مجموعة من الطرق سوف نقوم بها سوف نأتي إلى الضبط أو الإعدادات نقوم بالضغط عليه ثم بعد ذلك مباشرة يأخذنا إلى هذه النافذة الخاصة هنا للضبط والإعدادات نقوم بالنزل للأسفل نأتي إلى التطبيقات نقوم بالضغط عليها ثم بعد ذلك سوف يأخذنا إلى نافذة التطبيقات نقوم بالنزل للأسفل لبحث عن تطبيق السنابشات هنا في هذه النافذة الخاصة سوف نقوم بالنزل إلى الأسفل نأتي إلى السنابشات نقوم بالضغط عليه ثم بعد ذلك سوف يأخذنا إلى معلومات التطبيق هنا نأتي إلى إيقاف إجباري نضغط عليه ثم تضغط على موافق بعد ذلك سوف تضغط على مكان التخصين ثم تقوم بالضغط على مسعى البيانات وبعدها تضغط على مسعى التخزين المؤقت ثم بعد ذلك سوف يقوم بتحديث التطبيق حل المشكل وبعدها أن تقوم بإطفاء وتشغيل هاتفك لحل المشكل وهنا نكون قد انتهينا من هذا الفيديو